في محافظة كربلا أقيم عقد قران عروسين قيل أنهما أجنبيان والملفت للانتباه في هذه الحكاية هو ما حصل بعدها الشاب والفتاة وبنية أن يبارك الله ارتباطهما اتخذا قرارا بأن يقيما عقد قرانهما في داخل العتبة الحسينية والعباسية ولدى إثمام العقد وإنهاء الزيارة نوحظ بأن العروسين بمفردهما فسارع العراقيون من الزائرين ومن المتواجدين ليشاركون العريسين أو العروسين فرحهما بهذا اليوم بأجواء استثنائية على الطريقة العراقية الفيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس لزفة عرس عراقية لعريسين أجنبيين الفيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي من الزائرين ومن المتواجدين موسيقى 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 فوسات وهلاه العراقية فرحا بالعريسين إذن اللقطات المتداولة في السوشال ميديا لقى أعجاب المدونين والمتابعين والناشطين وأفرزت كماً من ردود الأفعال وتعليقات التي أثنى من خلالها كتاب تلك التعليقات على غيرة وكرم العراقيين بموقفهم هذا الذين لم يترددوا أيضاً ولو للحظة واحدة للمشاركة في هذا العرس تشجيعاً للعريس وعروسته من جانب أيضاً ولعدم إحساسهم بشعور الوحدة والغربة من جانب آخر يقول أحمد العلياوي في تعليقه اللهم صلي على محمد وآل محمد ألف مبروك وعفية العراقيين أصحاب واجب ومن يوم يومكم مجريدة لا والله هناك أيضاً مداخلة من الرماس تقول في تعليقها أحلى من العرس شهامة العراقيين للغريب قبل القريب ربي يجعل بلدنا آمن أيضاً هناك تعليق آخر ومداخلة أخرى من وائل علي ويقول أحلى زفة عرس على الماشي ودون أي ترتيب وهي شي حلوة طلعت عود لوم التفقين عليها شلون راح تصير بس هاي مالتشان صاحبة وخداها زحمة وعهد لسيما بهي شي مكان مبروك للعرسان أيضاً هناك تعليق آخر من رضا زين العبدين يقول والله والنعم من العراقيين مبعيد عليهم هذا الكرم هذا يدل على طيبتهم ربي يديم عليهم هاي الفرحة والسعادة